طبعاً زي ما حضراتكم متعودين مني أي خبر لو كان لي بقية أو لي مثلاً تفسير أنا بكمله مع حضراتكم فيريك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل وما تنسوش تحطوا لايك فضلاً منكم وليس أمراً هنكمل في الحادث اللي حصل إمبارح اللي هو سقوط مهندس من الطبق الأخير في مول سيتي ستارز وهنعرف دوات التفاصيل كنا منقول يا طرد انت حار ولا ايه بالزبط التصريح بدفن جثمان مهندس سقط من الطبق السابع بمول سيتي ستارز صرح الجهاد التحقيق في مدينة نصر بدفن جثمان مهندس لقى مسرعه بسبب سقوطه من الطبق السابع داخل مول سيتي ستارز بعد اختلال توازنه وذلك بعد الانتهاء من تشريح جثمان المتوفي تلقت غرفة عاملات شرطة النجدة في وقت السابق بلاغ بيفيد مصرع أحد الأشخاص بسبب سقوطه من طبق علوي داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعصت على توصية المتوفي وتمت تحفظ عليها وعلى الكاميرات تبعاً تحت صرف جهة التحقيق وبشرة التحقيقات في أر حادث تم تشكيل فريق بحث من قبل الرجال لقسم شرطة مدينة نصر أول لكشف ملابسات الحادث وتوسط التحقيق إلا أن الحادث وقع بسبب سقوطه المتوفي نتيجة اختلال توازنه وتبين أن المتوفي مهندس كهرباء حر يدعى محمود عبد الحميد طلبه دياب عنده 43 سنة ويقين في مدينة السلام بالقاهرة كما تبين من الفحص أن المتوفي لم يتعمد السقوط لإنهاء حياته يعني هو ما انتحرش بل أنه للأسف اختل توازنه أثناء جلوسه على حاجز خاص بإحدى الممرات بالطابق السابع داخل المول وتم عرض الجصة على مصلحة التب الشرعي لأعداد تقرير الصفة التشريحية حول وفاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ربنا يرحمه يا رب